لو فيه مثلاً أصار بترجع إلى فترات سابقة بقى عنده يعني قبل القانون ده ما يطلع وقبل الأمور دي كلها مثلاً من 200-300 سنة مثلاً مع البعثة الفرنسية مع الحمد الفرنسية أو من خلاله فترة الاحتلال الإنجليزي حجر رشيد والأمور اللي كانت بتصار هل منحقنا أن احنا نطالب بيها ولا لا؟ فيه كثير من القضايا حيبنشتغل عليها ولكن احنا عندنا استراتيجية سابتة في أن احنا لا نعلم عن أي شيء إلا أن ينتهي والحمد لله الاستراتيجية دي نكحة جداً وسرية التحقيقات وسرية المصار أي قضية بيساعدنا كتير جداً يعني مثلاً هقول للسابتك أن احنا مرجعين في 2018 ثلاث قطع أسرية كانوا معرضين في الولايات المتحدة الأمريكية يعودوا إلى 1927 خارجين من سنة 27 من سنة 27 من منطقة الأخصر والحمد لله رجعناهم لأن أثبتنا أن الأوراق اللي معهم غير سليم فكل قضية ولها فما فيش حاجة نقول لا ده صعب أن الأصر ده يرجع ده صعب أن الحجر ده يرجع ما فيش حاجة اسمها صعبة أنا دايماً أنا مؤمن بأن كل ما يعني بصفة عامة يعني أي شيء ممكن فهو غير مستحيل فأي شيء ممكن هو غير مستحيل بدون القط في التفاصيل أي حاجة يعني إحنا بنتبع استراتيجية معينة في شغلنا ما بنحاولش أبداً أن نحيد عنها في الحفاظ على سرية أي تحقيقات أو أي قضية نشتغل فيه حقيقة أنا 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 بحترم ده يعني أنا خليني بالحقيقة دكتور شعبان يعني أممكن نهمي الصحفي وأن أنا عايز يعني أعرف تفاصيل عن قطع معينة بعينها الأستاذ المشاهدين أممكن يعرفوها أكتر مني ولكن واضح أن أزارة الأسار والدولة ككل لما بتشتغل في ملاف الأسار المسترددة ما بتحبش تسبق الأحداث طبعاً بتخافوا مثلاً لا يحصل يعني خطوة استباقية أو شيء ما شابه يعني لما حضرتك تكون ماشي في استراتيجية والاستراتيجية دي أثبتت نجاحها تغيرها ليه؟ يعني أثبتت نجاحها في الحمد لله في العدد الكبير اللي احنا عملنا